للحديث أكثر حول جهود بلدية الكويت خلال الجائحة والعمل المضني الذي قامت به الفرق الميدانية وغير المدانية لتطويق الوباء وتطبيق القانون يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستيديو المهندس ماجد منطيري رئيس قسم الإزالات في بلدية مبارك الكبير مهندس ماجد صبحك الله بالخير وقواكم الله على هذه الجهود الكبيرة التي تبذلونها في بلدية الكويت دعنا نتكلم عن هذه الجهود لمتابعة أيضا تطبيق الاشتراطات الصحية وجولاتكم خلال هذه الحملات التفتيشية أول شيء صبحكم الله بالخير وشرف أني أكون معكم ضيف بالاستيديو وإشارة أني أفيد السادة المشاهدين بالنسبة حق جولات بلدية الكويت على المجمعات ومحلات طبعا نحن كان عندنا من بداية الفتح كان عندنا مثل خطة كاملة عشان احنا كان عندنا السلاح الأساسي اللي هو التوعية ولله الحمد ترى احنا كشعب كويتي شعب مثقف ترى شعب مثقف وفيه نسبة وعي فيعني الوعي لما راهنا عليه قاعدين مثل ما تقول نجني ثمارة راهنا على نسبة الوعي من بداية شار ستة طبعا بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي وأيضا بالتعاون مع اللجانة الصحية التابعة للمجلس الوزراء الموقر أخوان زهم الله خير صمموا لنا عدة بوسترات هذه البوسترات بعدة لغات فيها شرح كامل الرشادات الصحية وفيها أيضا جميع الرشادات اللي إذا طبقناها راح نلقى فيه بالنهاية يعني إن شاء الله بإذن الله حماية كبيرة للوباء وطبعا نحن بعد عمليات التوعية لأصحاب المحلات وإيضا المجمعات يعني حتى قدرنا نحن نسوي مثل ربط حق أي صاحب محل يكون توفاتح أن نحن عن طريق التواصل مع الإدارة المختصة التي هي إدارة ترخيص العلانات أن نحن نطلب منهم تقديم البوستر هذا حق أي صاحب محل يفتح خلال فترة في بعض الناس يقول أنا والله يعني معارف الإجراءات فمع الترخيص نحن نقدر نعطي البوستر هذا عشان يعرف الرشادات الصحية نعم طبعا أكيد فيه وسائل للمعرفة والاطلاع على المستجد حين بحديث عن مستجدات وقرارات منتلس الوزراء في الأمس كانت هنا قرارات جديدة تخص طبعا أكيد الوضع الحالي مع اكتفاع عداد الإصابات بشكل بسيط لم يفرض الحذر لكن فرضت قرارات جديدة شنان استعداداتكم للتعامل مع هذه الشروط الجديدة بالنسبة لجراءاتنا كبلدية الكويت طبعا أول ما يصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بلدية الكويت تصدر قرار فوري فيه التوصية التي صدرت من مجلس الوزراء آخر قرار كان عندنا قبل سبوعين تقريبا قرار رقم 566 الذي يتعلق بنوعية الأنشطة التي تم غلقها وفيه بعض الأنشطة التي يكون مفتوحة بشروط فيه الأنشطة التي تم غلقها قبل سبوعين كانت الأندية الصحية وأيضا كانت الصارونات فكان دور البلدية نصدرت قرار بتنظيم هذه العملية وبالنسبة للمحلات التي كانت لها وقت معين تفتح بعد الساعة ثمان هذه المحلات التي هي المحلات الغذائية أما بالنسبة لقرار المجلس الوزراء الذي صدر أمس الذي خاصة البلدية المختصفية الذي هو عدم الجلوس داخل المطعم والأكل داخل المطعم والاكتفاء بالبيك أب أوردر ويضا بالتوصيل الخارجي فإن شاء الله خلال الفترة هذه اليوم أو باتر إن شاء الله البلدية ستأخذ إجراء وتصدر قرار في عملية تنظيم هذه الرشادات جميل أبرز أنواع التعاون بينكم كبلدية ومؤسسات الكويت الأخرى نعم نحن عندنا مثل مع كل جهة حكومية عندنا ضابط اتصال ضابط اتصال هذا يتم التواصل بيننا وبيننا في حالة جولات ميدانية عندنا الإخوان بهيئة الغذاء أيضا الإخوان في القوى العاملة نطلع معهم الجولات وكل جهة حكومية تأخذ الإجراءات حسب اختصاصها طبعا إحنا اختصاصاتنا كبلدية الكويت تكون في عملية تنظيم داخل المحل مثلا إذا كان في زحمة البلدية تطلع تنظم المكان لازم يكون عندنا علم بالمساحة الموجودة لازم تكون العدد نحن نكون نازم معرفين العدد فما يكون في نسبة التزاحم وإيضا عندنا نشيك على توفر الجهاز الكاشف الحرارة وإيضا عملية الماسك هذا لازم يكون موجودة خصوصا نحن نركز على جهاز كاشف حرارة لأنه في حالة لا قدر الله واحد داخل حام الوباء ممكن يدخل المحل وينقل المرض إلى الموجودين داخل المحل وخصوصا أن المخالفات هذه الاشتراكات الصحية نحن نعتبرها مخالفات جسيمة أي شيء يضرب صحة الناس نعتبرها خط أحمر وهذا شيء لا يمكن نسمح فيه طبعا نعطيك ملافية طبعا حضرتك مهندس ماجد رئيس قسم الإزالات في بلدية مبارك الكبير أتكلم عن الجانب المجتمعي عن التوعي المجتمعي هناك شكاوتي من الناس بخصوص بعض الأمور شنو كانت أبرز هذه الشكاوة شنو الأشياء التي تحس تتكرر كثيرا وشلون تتعاملون معها أول شيء عندنا مثل رقم مخصص الشكاوي لتابع بلدية الكويت هذا الرقم 24-7-3-7-7-3-2 عيدة مرخلانية 24-7-3-7-7-3-2 هذا الرقم يقدرون الإخوان المواطنين وإيضا الموافدين في حالة توجود شكاوة تتعلق بالاشتراكات الصحية يكتب الوصف ونحن نطلع بدورنا نطلع ناخذ إجراء هذا الرقم حق جميع المحافظات في الكويت أو بس مبارك الكبير؟ نعم هذا الرقم حق جميع محافظات الكويت في حالة توجود شكاوة تتعلق بالاشتراكات الصحية وأيضا تتعلق ببلدية الكويت تقدر تدزل الشكاوة ونحن نتابعها خصوصا أن هذا الرقم برعاية سيد مدير عام بلدية الكويت مهند سحمد المنفوحي نتابع الرقم حتى القيادات العليا بالبلدية يشوفون الإجراء الذي تم في حالة كانت شكاوة صحيحة نطلع فورا ناخذ إجراء فوري في حالة شكاوة غير صحيحة نطلع ونكتب أيضا إفادة على الشيء الموجود بالنسبة لأكثر الشكاوة على أجتاد صحية يعني ممكن يقولون في زحمة خصوصا في فترة الأخيرة نحن نشوفنا كان قبل الساعة الثمان كانت زحمة شوية يعني على ماكن كان فيه ضغط جميل تخصصكم في قسم الإزالات شنو هي الإزالات قسم إزالة المخالفات مثل مثل حسب نتعاون مع الإدارات المختصة في عدة سبع إدارات أو ثمان إدارات نتعاون معهم مثلا في إدارة الإعلانات رقابة الإعلانات يقول هذا الإعلان غير مرخص فالإدارة تسوي محظر ندز كتاب لنا ونشيلها أو أيضا بالنسبة حق تعديات البناء لإدارة الرقابة الهندسية تطلع تقول والله هذه مثلا فيه خاصة شكاوي اللي من وزارة الكهرباء أن المحول لازم محول صغير يعني لازم صاحب بيت يوخر أربع متر عن محول صغير وإذا كان محول كبير يوخر سبع متر عن المحول يعني يأخذون إجراء يدرسون المخططات ويدرسون الكتب بالإزالة طيب رح نعود للإجراءات الصحية والاشتراطات الصحية لازم نوضح حق السادة المشاهدين متى يلجأون للبلدية للشكوى يعني عشان لا يستير في عليكم إزعاج وضغط من دون فائدة نحتاج أن تصل الشكوى المناسبة للمكان المناسب شنو هي الأمور اللي ممكن أنهما يشتكون فيها عند البلدية بالنسبة حق الاقتصاصات بلد الكويت راح تكون يعني في حالة توجود مثلا نشاط مخالف يعني مثلا الأنشاط المخالف المخالفة اللي أقرها مجلس الوزراء مثل العراس هذه القصد كل لا لا هذه بلدية الكويت تكون مثلا مثلا الشيشة أو الصالونات النسائية والرجالية أيضا حين خلال يعني أمس أقروا موضوع عدم الأكل داخل المطعم فهذه الشكاوي عدم يعني خاصة أكثر الشكاوي المهمة تكون يعني إذا كانوا العمال غير ملتزمين بالإشترات الصحية جميل بعد إزالة هذه الإزالات وين تروح أي حسب يعني إذا كانت مثلا إزالة يعني شيء في حديد يعني راح ندز كتاب حق الحجز كمية الأشياء اللي تم إزالتها و يعني وصف كل اللي موجود وتصير الإزالة على حساب المخالف مثلا على حساب المخالف نعم إذا أنا مخالف وعندي مثلا عملت شيء معين على سبيل المثال إعلان مظلة دوانية خارجية أعتقد أن إلى الآن هذا القرار ممنوع لنا واحد يسوي دوانية خارجية نعم لما يتم إزالة الأنقاض هذه أنا اللي أتحمل تكلفة توصيلها إلى المكان اللي أنتم تحددونها نعم نحن نسوي كتاب في عدد يعني يعني في شيء اسمه مثل نساف يشيل درب يعني يوديه من مكان الإزالة إلى مكان الحجز نعم نحسب عدد شم درب ونهاية نحن نسير على حساب المخالفة وش كذير تأخذ تطول الإزالة لا الأنقاض الموجودة والله في بعض الإزالات في واحدة يمكن قاعدت ثلاثة أسابيع نحن قاعد نشي فيها اللي هي التشوينات تشوينات معناتها أن واحد يحاوط الأرض ممكن يأجرها أو ممكن يعني يستغلها يعني يملك الدولة هذه هذا يملك الدولة ما هي أرضة بعد مو أرضة فإحنا لما نسوي عليه إزالة سيطول فبقتك على ثلاث سابيع أسبوعين يعطيكم العافية على كل شيء قاعد نتسوينا خصوصا بما يخص تطبيق قوانين مجلس الوزراء ويعطيكم العافية على هذه المتابعات المستمرة شكرا جزيلا كنت معنا في بنامج العالم هذا الصباح المهندس ماجد المطيري رئيس قسم الإزالات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا